مدينة حجم صدراتها قد اقتصاد مصر كله وبدأت بس في السبعينات المدينة دي زيها زي البلد اللي هي فيها اللي هو لو حبيت تعين مهندسين متخصصين وعمالة مهرة ايديهم تتلفل في حرير تقدر تملى ملاعب كرة قدم لكن لو دورت العمالة مهرة زيهم في أمريكا متقدرش تملى بيهم غرفة مكتب واحدة وده مش كلامي ده كلام تيم كوك رئيس شركة قبل اللي بتصنع متوجاتها فين؟ في شينجين السناية اللي كانت من 40 سنة بس قرية صغيرة للصيادين النهاردة 90% من الإلكترونيات في العالم جاية منها وده ليه؟ عشان عندهم كل حاجة لها علاقة بالإلكترونيات من إبرة للصاروخ يعني لو شركة عايزة تصنع أي جهاز تقدر تروح تجيب كل مكوناته من آخر الشارع يعني كل حاجة موجودة من أول المواد الخام لغاية التصنيع لغاية الميناء اللي هتصدر منها البضاعة وكل ده في نفس المكان تخيل بقى ان انت في أمريكا وعايز تعمل جهاز إلكتروني النموذج الأولي منه هيخلص في سنة ونص وإنت لسه بعملتش أي حاجة لكن في شان جن من أول فكرة لغاية لما تصنع وتقفل المنتج وتبيعه هتاخد 3 شهور بس أها كل اللي كان فيه ده اسمه إدارة سلاسل التوريد واللي أي خدل فيها بيأثر على كل جوانة بحياتنا عشان كده بنلاقي الوزراء والخبراء والشركات الكبيرة بيجتمعوا في مؤتمرات زي قمة التجارة العالمية تشوفوا الحلول لكل حاجة ممكن تأثر على التجارة العالمية